عرفنا أنه هناك أمر ما يعنيها لدبر فما حاجة منيش عادية لأنه هناك غلق للطرقات ومنع المحامين بيش يلتحقوا يعني بمنوضهم المنوض بالسيد يعني العريض رئيس الحكومة الأسبق أنا حقيقة ما كانت بيش نوت الخطر الجبء من نهج خلفي هذيك عليش ما كانت نخلط وحتى كيف وصلت إلى مقار الفرقة قالوا لي أنت أمس ولا جان يعني كيفاش أخلط حتى الأعوان غادي كتفيش أو المسألة معناها كانت مدبرة من الصباح أنه تم منع المنوض من حقه في الدفاع كاملا كان المنوض يعني في الموعد العاشرة صباحا ولكن لم يتم معناها البدع سماعي معناها أو إطلاع المحامين على الملف إلا تقريبا الساعة من تسط النهار واللي هو كان الموعد المخصص منوضنا الثاني لأستاذ راشد الغنوشي اللي معناها إتجابة للدعوات اللي اتلقاوها المنوضين واحتراما معناها للقضاء وصلوا في الموعد المحدد إلا أنه الظروف يعني المحاكمة العادلة لم تكن متوفرة تم تمكين من الابتلاع على الملف واللي هو نأكد أنه هو معناها ملف فارغ بما يوشي أنه ما معناها ملف فارغ استاذا؟ ما معناها ملف فارغ؟ ما معناها بالنسبة للمنوض علي العريف ما معناها ما ينصف له هو معناها رسم مسألة معناها إدارية لا تعتقد أن تكون محل ضر القضاء الإداري معناها إثنات ترقيا إلى أحد الأمنيين يعني لا يعدوا أن يكون إلا معناها بما يكون محل ضر يعني بالطاع عن دعوة الجودة قضاء المحكمة الإدارية لكن مش ممكن يكون معناها مناس يعني تتبعات كبيرة وجرائم هكا تكثير وإتعاد على صرف المكافح بالإدارية هذا ما خلينا نستنجو أنه هدي رجعنا معناها للمحاكمات السياسية رجعنا إلى توظيف القضاء من أجل تصبيت حسابات مع خصوم السياسيين رجعنا إلى المحاكمات اللي ما تحترمش شروط المحاكمة العادلة الاستماع كان لساعات طويلة وطويلة جدا الأستاذ رشد الغنوشي كان موجود يعني دي مقر الصرقة طلبنا من النيابة الأمومية تقريبا الساعة الخامسة ولا السادسة مساء المشي تم تمكن المنوب علي العريض والمنوب رشد الغنوشي من الإعاشة من ربما إذا كان عندهم هدوة يتناولوا فيها من أنه يتم تأخير الاستماع إلى الأستاذ رشد الغنوشي ولكن النيابة الأمومية رصدت أستاذة لطيفة قلت ساعات تم الاستماع لسيد علي العريض تقريبا قدش من الساعة؟ تقريبا من الساعة أحنا بدينا نستمر كمحامين من الساعة لانتصف النهات الاستماع يعني الاستماع ساعة ثانية والنصف صباحا معناها ايه هذي كل السنطقات على تهمة وحيدة معناها قتل انت التهمة وحيدة وعطاء ترقيات استثنائية شملت بالأساسة فتح البلدي معناها ساعات الكل على سؤال واحد وإلا العديد من التعينات في وزارة الداخلية لي 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 ما تماش تعينات هي فقط معناها كما قلت معناها قايمة في عطار ساوردت فيها معناها 17 اسم من زمن الأسامي تماما منعوبة لنبت وصيدقا فتح البلدي هو معناها من زمن هل القايمة هذي هذي هو معناها كما قلو احنا ملس كبير وتستير وكذا وحيدة الصرعة تلقاخيت يعني مثلا ماش موضوع هذي كبير معناها تستير ودنيا وإرهاب وغير وكل وقتلي تشوف معناها تمقى ملاد سارة انا محنش ندخل معناها في التفاصيل متاع الملاد بعرفه انه طمع هذا محاب يعني بسرية التحقيق وانا معناها حالفة على اليمين يعني معناها بالسر المهني ولكن معناها نجم نقول يعني بسفة هكا عامة من جيش ندخل في التفاصيل انه ملف فارغ وشلت صلها اه تلقاخي سمعني استاذة سمعني استاذة خنافة مليح من ناحية تقول انه متجمش تحكي على تفاصيل القضية ومن ناحية تقول ملف فارغ عليش عليش دائما كن نرجع التصريحات انا سيد راجل غنوشي ونوردين البحيري وغيرهم الكلهم يقولوا لي عنده قضية ضد حركة النهضة ولا ضد قياداته يتواجه الى القضاء وهذا اللي ساير اليوم متراش اللي قاعد يصير الان هو الضغط على القضاء معنا في السابق كنا ديما نقولوا ما يجيش نضغطه على القضاء ونحترم استقلالية القضاء ولكن احنا من 25 جويلة افهمنا بحل المجلس للقضاء الاعلى للقضاء دي الاعفاءات اللي تمت القضاء معناها اغلبهم قضاء عندهم موقف من اللي سار نهار 25 جويلة معناها موقف يعني معارض اللي سار 25 جويلة القضاء معناها رفضوا انهم يتفقوا تعليمات السلطة التمتيبية ونرجعوا لقضاء التعليمات اه فما اه فهمنا من الاعفاءات هذيك التعسوسية فهمنا من عدم تطبيق اه احكام محكمة اه ادارية بايقاف التمتيب فهمنا من عدم اه معناها هذي الحركة القضائية اللي اول مرة في تاريخ تونس ما تتمش معناها حركة قضائية قبل مفتبح السنة القضائية هذا كله فهمنا منه انه يراد معناها تطويع القضاء من اجل من اجل تسريط حسابات يعني سياسية ومن اجل انه يكون هناك خصوم سياسيين يتم احالتهم امام القضاء وما يخضعوش الى المحاط مع العادلة استاذا من غير ما تعطينا برشة تفاصيل كما قلت انتي في مسرية البحث لكن هل هناك شهود ولا متهمين في حالة ايقاف اليوم ذكروا بالاسم سيد علي عراية ما تسمى اه حتى معناها متهم او حتى معناها شاهد ذكر الاستاذ معناها علي العراية بانه اه يمكن يكون معناها اه اه عنده حتى اه اه ادنى معناها تلع فيها ما يسمى معناها بملف التسفير لا بخلاف ملف التسفير فماشي شهود ولا متهمين ذكروا اه سيد علي العراية في قضايا اخرى مثلا تهم التسفير ما تسمى حتى اه ذكر قبلك الحاجة الوشيدة معناها هذه هي مناحة لك سرعة القاخية بس